اشتركوا في القناة اولي العزم من الرسل وهو سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام هو ابراهيم بن تاريخ ويلقب بآزر لأنه كان يساعد قومه وهو من سلالة سام بن نوح عليه الصلاة والسلام وعرف سيدنا ابراهيم عليه السلام بأنه أبو الأنبياء عليه السلام وذلك أن معظم الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم من ذرية ابراهيم عليه السلام كما أن اسم ابراهيم عليه السلام يعني الأبى الرفيع وقصة إبراهيم عليه السلام هي من أطول القصص القرآنية إذ تأتي بعد قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وامساحتها تزيد على الجزء وقد نشأ سيدنا إبراهيم عليه السلام وسط قوم كانوا يعبدون الأصنام والكواكب وكان أبوه آزر ممن يصنعون الأصنام وقد هدى الله عز وجل خليله ومصطفاه إبراهيم عليه السلام فبدأ الخليل يدعو الناس فبدأ بدعوة أبيه بدأ بتذكيره بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر وكان يدعو والده باللين والرفق والحكمة والموعظة الحسنة ولا يخاطبه إلا بقول لين يناديه يا أبتي إلا إن أباه أصر على موقفه والكفر والشرك وعبادة الأصنام بل طلب من إبراهيم عليه السلام أن يهجره ويتركه وقيل إن إبراهيم عليه السلام هو أول من اختتن وأول من أضاف الضيف وأول من اتخذ السراويل تابعونا مشاهدين الكرام ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعدما بدأ خليل الرحمن عليه السلام بدعوة أبيه إلى توحيد الله عز وجل وترك عبادة الأوثان والأصنام وصناعتها انتقل إبراهيم عليه السلام إلى مرحلة جديدة وهي دعوة قومه فأمرهم أولا ودعاهم إلى ترك عبادة الأصنام ثم ناقشهم بالحجة والدليل في عباداتهم الباطلة وفي إشراكهم بالله عز وجل وهو الواحد الأحد فقد سألهم أولا عن الكوكب الذي ظهر له إن كان هو إلهه ثم لما غاب الكوكب قال لهم إن الإله لا يأفل ولا يغيب وكرر ذلك مع كل من الشمس والقمر إلا أن القوم الكافرين أصروا على موقفهم وعنادهم وفي أحد الأيام عندما خرج قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام من قريتهم للاحتفال بأحد أعيادهم الوسانية ومناسباتهم الشركية أخذ خليل الرحمن عليه السلام يكسر الأصنام كلها إلا كبيرا لهم تركه ووضع الفأس على كتفه فلما عاد القوم إلى قريتهم ورأوا أن أصنامهم قد تحطمت وتكسرت ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام كي يسألوه عن ذلك فقال لهم إن كبيرهم هذا هو من حطمهم فاسألوه وقال لهم إنهم لو كانوا يعقلون لاستطاع حماية أنفسهم من الاعتداء ولو كانوا ينفعون أو يضرون لردوا عن أنفسهم الضر ودافعوا عن أنفسهم ورغم اقتناع القوم بكلام وحجة إبراهيم عليه السلام إلا إنهم أصروا على الكفر والعصيان بعد هذه الواقعة بدأ القوم الكافرون في تجهيز العقاب لخليل الرحمن عليه السلام وقرروا ظلما أن يكيدوا له وذلك بأن يلقوه في النار التي جمعوا لها حطبا عظيما ثم أشعلوها نارا ولشدة حرارة النار وضعوا إبراهيم عليه السلام على من جنيق وقذافوه فيها لألا يصيبهم من لفحها وحرارتها فقال عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل فانتصر الله عز وجل لنبيه وخليله ومصطفاه إبراهيم عليه السلام إذ أمر النار بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم فأنجاه منها ومن كيدهم قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقد اعتمد خليل الرحمن عليه السلام في نقاشه مع الكفار أسلوب نقاش يعتمد المناظرة والحجة وتغليب العقل والمنطق والتفكر حيث ناظر النمرود بن كنعان وهو ملك بابل وكان جبارا ظالما متمردا مدعيا للربوبية والألوهية من دون الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فقد دلل إبراهيم عليه السلام على وجود الله تبارك وتعالى وحياته بالمشاهدات التي حوله من الكون وفي الأرض آيات للموقنين تلك المشاهدات من حياة وموت ومخلوقات وكائنات وسماء وأرض كواكب ونجوم وشمس وقمر فرد عليه النمرود أن بإمكانه أن يأتي برجلين حكم عليهم بالقتل فيقتل أحدهما ويعفو عن الآخر فيكون بذلك في اعتقاده قد أمات الأول وأحيى الثاني وهذا منطق سقيم وهذا خارج عن مقام المناظرة إلا إن إبراهيم عليه السلام ألجمه حين ضرب له مثلا بالشمس التي تشرق من المشرق وتحداه إبراهيم عليه السلام أن يأتي بالشمس من المغرب إن استطاع ولكن النمرود كان أضعف من ذلك وما من أحد يستطيع ذلك إلا الله فبهيت النمرود وسكت والله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين وهناك قصة أخرى لنبي الله إبراهيم عليه السلام ولكن هذه المرة لم تكن مع بشر بل مع ملائكة الله عز وجل حيث جاءته الملائكة زائرين مبشرين ومن حسن إكرام إبراهيم عليه السلام للضيف ولو لم يعرفه سارع وجاء الضيوف بطعام يأكلونه ذبح لهم عجلا وحين امتنعوا عن الأكل شعر إبراهيم عليه السلام بالخوف ورتاب في أمرهم لماذا لا يأكلون فأخبروه أنهم رسل الله عز وجل إلى قوم لوط عليه السلام أولئك القوم الذين حق عليهم عذاب الله تعالى فراجعهم إبراهيم عليه السلام في ذلك لأن فيهم لوط عليه السلام وأهله وهم مؤمنون فنبي الله لوط عليه السلام قيل هو ابن أخي خليل الرحمن عليه السلام فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولوط النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن أخي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والملائكة الكرام في هذه الزيارة المباركة بشروا الخليل وزوجه عليهم السلام بأن الله عز وجل سيرزقهما إسحاق عليه السلام بل ومن بعد إسحاق يعقوب عليه السلام وذلك رغم كبر عمرهما في ذلك الوقت فسكن قلب إبراهيم وطمأن لهم ثم عاد يجادلهم في عذاب قوم الوطن عليه السلام فردوا عليه بأن هذا أمر الله تعالى فقضي الأمر وانتهى الجدال وقد أخبر الله عز وجل في قرآنه الكريم أن خليله طلب أن يريه كيف يحيي الموتى فرغم أنه كان مؤمنا بذلك تمام الإيمان إلا أنه عليه السلام أراد أن يطمئن قلبه بالأدلة اليقينية قال تعالى في كتابه الكريم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فاستجاب الله تبارك وتعالى لطلب إبراهيم عليه السلام فأمره أن يأخذ أربعة من الطيور ويمزقها قطعا قطعا ثم يخلط أجزاءها معا كل نوع مختلف مع النوع الآخر ثم يجعل كل جزء من هذه الأجزاء على جبل مختلف وأمره الله تعالى بعد ذلك أن يدعو هذه الطيور ففعل إبراهيم عليه السلام ما أمره الله عز وجل به فجاءته الطيور مجيبة لدعائه استجابة لأمر الله لها بأن تطيع إبراهيم عليه السلام وقد عادت الطيور إلى ما كانت عليه من الصورة والحركة والحياة سبحان الله العظيم قال الله سبحانه وتعالى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ومع كفر قوم نبي الله إبراهيم عليه السلام وإصرارهم على ما هم فيه من الكفر والشرك والضلال خرج إبراهيم عليه السلام بنفسه وزوجته سارة وابن أخيه لوط عليه السلام إلى بلاد الشام وقيل إنه نزل حران فارا بدينه يدعو إلى الله عز وجل ويعبده فأقام فيها مدة إلا إن هذه البلاد تعرضت للقحط والجوع فما كان من خليل الرحمن عليه السلام إلا أن ارتحل من أرض الشام إلى مصر مع زوجته سارة وحين علم ملك مصر أن ذاك بقدوم إبراهيم ومعهم رأة حسنة جميلة بعث في طلبها ليتزوجها وكان هذا الملك الظالم الطاغي يأخذ نساء الرجال غصبا فأخبره إبراهيم عليه السلام بأنها أخته فحاول الملك أن يلمس سارة فلم يستطع إذ تحجرت يداه فطلب منها أن تدعو الله تعالى أن يعيدهما إلى ما كانت عليه ففعلت إلا إنه كر فعلته مرة أخرى فلما تحجرت يداه مرة أخرى طلب منها أن تدعو له فدعت له فأطلقت يداه مرة أخرى فما كان منه كما ذكر إلا أن أهداها جارية تدعى هاجر عليها السلام فأهدت سارة زوجها إبراهيم عليه السلام هاجر الجارية ليتزوجها فحملت هاجر من إبراهيم عليه السلام وأنجبت نبي الله إسماعيل عليه السلام ولأن سارة كانت عاقرا فقد غارت من هاجر فأخذ إبراهيم هاجر وابنها وخرج بهما إلى الشام ثم إلى مكة المكرمة وتركهما هناك ثم عاد وحينما نفد ما كان عند هاجر وابنها من طعام وشراب صار طفلها يتلوى من شدة العطش وطفقت هاجر تسعى بين الجبلين وهما ما يعرفان بالصفا والمروة تدعو الله عز وجل فجاءها جبريل عليه السلام بعد أن أنهت سبعة أشواط عند موضع زمزم وفجر لها بأمر الله عز وجل ما أزمزم التي ما زالت آثار بركة الله عز وجل فيها حتى يومنا هذا ولما كبر إسماعيل عليه السلام وبلغ أشده رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه فامتثل لأمر الله تعالى وأخبر ابنه برؤياه فامتثل الأب والابن لأمر الله وحين وضع إبراهيم بنه إسماعيل عليه السلام على الأرض وأمسك السكين ليذبح ابنه أنزل الله عز وجل ذبحا عظيمة فداء لإسماعيل عليه السلام إذ لم يكن القصد إزهاق روح إسماعيل عليه السلام بل كان بتلاء من الله عز وجل لهما ليرى إخلاصهما واستسلامهما لأوامره بعدها جاء أمر الله تعالى للخليل إبراهيم وبنه إسماعيل عليه السلام ببناء بيت الله الحرام أو برفع قواعده فقد بيّن الله تعالى لهما أساسات البيت الحرام التي كانت قد دفنت في الأرض منذ وقت طويل فكان إسماعيل يجمع الحجارة ويأتي بها إلى أبيه الذي كان يرفع البناء فلما ارتفع البناء وضع إبراهيم عليه السلام حجرا ووقف عليه وقد عرف هذا المكان بمقام إبراهيم وقد كان عليهم السلام يبنيان الكعبة ويدعوان الله تعالى ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقد طهراء البيت مما لا يليق به من النجاسات والقاذرات امتثالا لأمر الله تعالى ليكون مكانا مناسبا للصلاة والعبادة والذكر والطواف ودعو الله تعالى أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة مؤمنة موحدة لا تشرك بالله شيئا فاستجاب الله عز وجل لهما وجعل في ذرية العرب من نسل إسماعيل أمة موحدة كما بعث من ذريته خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقد عاش إسماعيل عليه السلام في شبه الجزيرة العربية ما شاء الله عز وجل له أن يعيش قيل وروض الخيل واستأنسها واستخدمها وساعدت مياه زمزم من فضل الله على سكن المنطقة وتعميرها واستقرت بها بعض القوافل وسكنتها القبائل وكبر إسماعيل وتزوج وزاره إبراهيم عليه السلام فلم يجده في بيته ووجد امرأته فسألها عن عيشهم وحالهم فشكت إليه من الضيق والشدة فقال لها إبراهيم إذا جاء زوجك مريه أن يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل ووصفت له زوجته الرجل قال إسماعيل هذا أبي وهو يأمرني بفراقك الحقي بأهلك وتزوج إسماعيل عليه السلام امرأة ثانية فزارهم إبراهيم عليه السلام يسأل عن حالهم فحدثته الزوجة الثانية أنهم في نعمة وخير وأثنت على حالهم وعلى نعمة الله خير فطاب صدر إبراهيم عليه السلام بهذه الزوجة لابنه فقال لها أقرئي زوجك مني السلام وأخبريه أن يثبت عتبة بابه ولا يدفع أحد من أهل العلم أن سارة توفيت بالشام ولها مئة وسبع وعشرون سنة وقيل إنها كانت بقرية الجبابرة من أرض كنعان وقيل عاشت هاجر بعد سارة مدة والصحيح أن هاجر توفيت قبل سارة وفي النهاية فقد ذكر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام توفاه الله عز وجل بعدما بلغ من العمر مئة وخمس وسبعين سنة وقيل مئتي عام وقد دفنه ولداه إسماعيل وإسحاق عليه السلام ودفن خليل الرحمن عند قبر زوجته سارة عليهم جميعا السلام أما عن وفاة إبراهيم عليه السلام قيل إنه لما أراد الله عز وجل أن يقبض روح إبراهيم أرسل إليه ملك الموت عليه السلام في صورة شيخ هرم فرآه إبراهيم وهو يطعم الناس وهو شيخ كبير في الحر فبعث إليه بحمار فركبه حتى أتاه فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فاه فيدخلها في عينه وأذنه ثم يدخلها فاه وكان إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن لا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموت فقال يا شيخ ما لك تصنع هذا قال يا إبراهيم الكبر قال ابن كم أنت فزاد على عمر إبراهيم سنتين فقال إبراهيم إنما بيني وبين أن أصير هكذا سنتان فقال له الشيخ نعم فقال اللهم اقبضني إليك فقام الشيخ وقبض روحه ومات وهو ابن مئتي سنة وروا أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنزل الله على إبراهيم عشر صحائف قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم قال كانت أمثالا كلها أيها الملك المسلط المبتل المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر وكان فيها أمثال منها وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يفكر فيها في صنع الله وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخل فيها بحاجته من الحلال في المطعم والمشرب وعلى العاقل أن يكون ضاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاده ومرمة لمعاشه ولذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم وقوفا عند حدودك اللهم حياة على الإيمان والعمل الصالح على توحيدك وسنة نبيك على ما تحب وترضى ورزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين